السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تاناة عنها اليوم ما تنسوا مش تصلي وتسلموا على رسول الله لي أفضل الصلاوات على بل المعظم تاكم مازال في الروتين تاعم رمضان سرتوا الناس اللي رأيت صون في الصابرين ست يام تاع شوال ولكن أنا خرجت لكم خلاص من المود وجيتكم بهذا الصون دويتشات الخفيفة السهلة والسريعة اللي هي عبارة عن مين يمطلوح محشي بالصص مرقاز والبطاطا من أروع ما يكون سرتوا لي أول مرة راح يحضر هذا المطلوح راح ينجح معاه من أول تجربة يعني هذا المطلوح يساعد بزاق المبتدئات جربوهم على ضمنتي وبطبيعة الحال قبل ما بدأوا فيديو تحضر وصفتنا لنا هاليوم ما تنسوا مش تقابونيو في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفاتي نبدأ لبركة الله بالنسبة للعجين تعال مطلوح تعنا واش نحتاجوا فيه عندي زوش كيسان تاسميد يكون متوسطه لرقيق أنا كيلت بهذا الكاس ليرفيت 220 ميليليتر ندلو زوش كيسان تاسميد ملعاقة كبيرة على السكر ملعاقة كبيرة على خميرة الخبز نخلطهم اللي هنا بسباتيول ومبعد نضيفو زوش كيسان ونص انتعى الماء ليكون دافي بنفس الكاس لي كيين به الاسميد واني نكيلو به الماء ونكيلو به من بعد الفارنة من بعد نوضو العجانات تعنا وراح نخلطو هاد المكونات لمدة سبع دقايق حتى نشوفو الخاليط ولا ليس يعني تشوفو اللي راطب كيما نخدمو الغرايف او البغرير شوفو القوام كفاش ولا تشوفو يعني الحبة تاسميد تحسوها باللي ماتت يعني ما بقاتش والخاليط يقول لي سائل ومبعد اللي هنا نضيفو زوش كيسان انتعى فارنة كيما قدتكم نفس الكاس لي كيين به سميد هو اللي انكيلو به الفارنة وبلا ما ننسو نسمي العاقة كبيرة انتعى الملح واللي هنا اني غيرت هذك الموطيف تعل عجانة درت تعالي عاجين وزدت الكاس ثلث تاع الفارنة يعني العاجين تاعي اللي هنا ادى لي ثلث كيسان تاع فارنة ولازم العاجين تاعكم نوعا ما يكون يتمسك في الايد باش يجي المطلع تاعكم خفيف شوفو القوام تاعو كيفاش دهنتو اللي هنا بشوية زيت ما تكثروش بزاف الزيت وغطيتو بالبابي فيلم وخليت العاجين تاعي يضعف الحجم تاعو بعد ما مرت عليه حوالي نصف ساعة اضعف الحجم تاع العاجين راح نديقازيو العاجين تاعنا ورح نقسموه الى كوريات متساوية بالنسبة للشكل والحجم اللي يكون الاختيار تحبوا مطلع يكون كبير ولا صغير يكون بيضوي الشكل ولا دائري هذا يرجع لكم نديقازيو العاجين تاعنا ونحاولو ندخلو هذك الزيت الزيدة وبعد هنا رح نبدو نقسمو العاجين بهذه الطريقة حاولو هذك الزيت او ديرو شوية زيت عفوا في يديكم باش يسهل عليكم عملية تقطيع او تقسيم العاجين وبلا ما ننساو نديرو كمية من السميد نحطوها في صحن ليكون مسطح وبعد ما نشكلو هذك الكوريات رح نرمدوهم في هذا السميد ومباشرة نحطوها في سرفيات او عفوا نحطوهم في سرفيات ونخليهم يرتاحوا بنفس طريقة رح نكمل مع كامل كمية لازم نستعينو بشوية نتعل الماء ولا تعل الزيت ورح نشكلوهم على شكل كوريات صغيرة كما قلتكم تقدروا ديروهم بشكل بيضوي كما تحبو الشكل يرجع ليكم بعد ما شكلتهم كامل ورمدتهم في هذا السميد رح نغطي عليهم بسرفيات ونخليهم على الاقل على الاقل ربع ساعة واحدة اخرى يرتاحوا باش من بعد نقدر نفتحهم ويعطيوني نفس الشكل لها بعد ما مرتع عليهم ربع ساعة نفتحوا بكل كورية حاولوا ما تكبروهمش بزاف وما تصغروهمش بزاف طبيعة الحال وايضا ما ترقوش العجين تاعكم باش يجوا الخبيزات تاعكم نوع الماء من فشفشين نفتحو ذلك كل قرصة وحدها ونزيد ونخليوها ترتاح على الاقل 10 دقائق بنفس طريقة رح نكمل مع كامل حبات تاعي انا هذك الكمية درت لي 10 خبيزات يعني كمية لبس بها مش بالضرورة انكم كامل تحشيهم لانه كل مطلوعة رح نقسموها الى قسمين بعد ما خليتم حاولي 10 دقائق حتى الربع ساعة يضعف الحجم تاعهم ويرتاحوا ذلك نكونوا حطينا طاجين يسخون مليح وراح نحطوا المطلوع تاعنا على جهة نشوفوه لازم احتنى ياخد لون محمر ونقلبوه للوجه الثاني وكما قلتكم مش بالضرورة انه يكون خشين بزاف ومش بالضرورة انه يكون نرقيق بزاف الحجم تهمها اللي تحكموا فيه نطيب هذك المطلوع تاعي كامل ومن جهة اخرى رح نوجدوه الحشو ليه هو اساسي عندي مقلادة فيها شوية زيت ملعاقة كبيرة انتعلى مارغارين وعندي ايضا ثلث سنت متاع الثوم نقلبوه هذك الثوم مع الزيت والزبدة مليح لازم تديرو الزبدة باش تعطيكم البنة وعندي زوج حبات انتع طماطم ربيتهم وعندي ايضا ملعاقة كبيرة تعلطوهم هات كونسنتري عفوا وشوية تعلها ليسر يحبي يدير بالنسبة لتوابل درت الفلفل اللي كحل ودرت الكمون والملح يعني نكسافيو بهذا التوابل ما تكثروش بزاف وبلا ما ننسو السكر سيرتو اذا كان طماطم تاعكم تعلحبو ولا تعتبط يعني تكون فيها شوية حموضة لازم نقلبوه لها بهذاك السكر نقلبوها لمدة 15 دقيقة مرة على مرة نحركوها حتى نتمر عليها 15 دقيقة وهي تقلة باش تنحذي كل الاسي دي تلي موجودة في الطماطم ومبعد نضيفوه هنا كاس انتع الماء ليكون بارد ولا سخون كما تحبوه ونخليوه حتى نهز الغلية مبعد لهنا نروحو نجيبو المرقز بالنسبة لكمية المرقز ترجح حسب عد أفراد العائلة وبالنسبة للناس اللي حابين يديروا مشروع تعل المرقز مع الخبز هذا الوصفة تنجح معاكم نحاولها القشور ويميكسوها في المولينكس باش تعطيكم نتيجة مريحة وما تحسوهاش مبعدة فلاصوس نهضر على الناس اللي راح يديروا المشروع سينو إذا راح يديروها فقط في الدار نورمالكي ترابيوها ومبعد لنا كما كنت شو بعد ما اخترت لي هذيك الاصوس طفيت النار وحكمت ذاك المرقز بالميقص قطعتو قسمتو كل مرقزة قسمتها إلى ثلاثة باش نديروه يعني في صندويج وعنده هنا حوالي تحبت نتيجة الباطاطا قطعتهم أصابع وقليتهم في الزيت عادي ومبعد في الأخير بعد ما طاب لي هذيك المرقز وهذيك الاصوس خثرت عملت هذيك الباطاطا وخليتها شربت هذيك الاصوس كامل طبيعة الحلب لا ما نشعله لديها النار وزلت لها شوية تعل مع الدنوس وهذيك إياه الحشو تعناه يكون وجد وانتو ما لكم الاختيار واش تحبو تزيدوه مع هذيك المرقز وبالنسبة المطلوع تاعي اللي هنا بعد ما طيبت هذيك الكمية كامل قسمت كل مطلوعة إلى قسمين وشوفوا اللي هنا السمك أنا ما نحبش المطلوع يكون بزي 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 فخشين وفي نفس الوقت ما يكونش بزي فرقيق من بعد اللي هنا ما قسمت هذيك الكمية كامل أنا حاولت نحشي ثمن حبات وزوج خليتهم للدار عادي يستقوا بهم واللي هنا نفتحوا كل قسم بهذه الطريقة بالميقص ولا بالموس ليكون مسنن باش نقدروا نحشيهم فسلموا لازم نرتبوا الخدمة واللي هنا كما قلت لكم هذك الحشو تاعنا تاع الباطاطا والمرقز طبيعة الحال لازم نزكيو الحشو تاعنا بالباطاطا طبيعة الحال باش يجوا ليساندويش تاعنا مليانين وما يجوش فرغانين سينو اذا راح تديروا غير المرقز زوج كيلو لا ثلاثة كيلو تاع مرقز وما يكفيوكمش المهم اللي هنا بنفس طريقة حشيت كامل ليساندويش وكما قلت لكم جوا بزي فبلان وخفف سيرتوا الأطفال تاعكم إذا يحبوا هذا الحويج ننصحكم بهذا المطلوح هذا وإذا ما قدرتوش وليعجزتوا أنكم تديروا المطلوح يعني تقدروا تشيروا الخبز هذا كتاع لساندويش من برام عند المخبازة وتعمروهم بنفس الطريقة اللي خدمت لكم بها الحشو صراحة أن يجوا بزي فبلان وخفف وبالنسبة للمبتدئات اللي حبوا يديروا المطلوح هذه الوصفات نجح معكم من أول تجربة إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو اشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفاتي نتلقى في عد آخر مع صفات أخرى تهلا وفروحكم والسلام عليكم